السلام عليكم كنت في المغرب سخون تشابوني ألاسكا قالوا لي صور فيديو سنعم اليوم شير بس جرقاتي ونجي وانو اشح لكم اليوم سنتحدث عن شاب اسكيمو من اين اتوا وكيف يعيشون خليكم مع الفيديو وانتلقوا من ذلك هل جربت أن تعيش من دون ماء ساخن؟ تجربة قاسية للغاية صدقني ولكن هناك من يعيش بهذه الصورة حسنا نحن نتحدث عن سكان التندار او ما نسميه نحن بالاسكيمو هناك يعيشون اياما طويلة على هذه الحال اهل التندار غير معروف اصلهم وموطنهم الاصلي يقال انهم هاجروا من اسيا وهم من اصل مغولي هؤلاء يقتلون في اكثر المناطق برودة في العالم حيث تصل الحرارة الى خمسين درجة تحت الصفر يعتمد الناس هناك بصورة رئيسية على الصيد اي صيد الاسماك في الصيف والحيوانات في الشتاء ويرعون حيوان الرنة للاستفادة من لحومه الحقيقة ان الحياة قاسية للغاية فعلا وتحتاج الى نمط معيشة معين الحقيقة ان الناس هناك تكيفت على شكل الحياة وطبيعتها القاسية واهم وسائل التدفئة عندهم هو الشاي فكوب من الشاي الدافئ كفيل لازالة ثلوج قلوبهم المشكلة الرئيسية هناك هي الحمامات لان المياه لا تمر في الانبيب الموجودة تحت الارض وذلك بسبب الجليد وبالتالي هناك حمامات مخصصة خارج البيوت ويعتبر الذهاب الى الحمام واحدا من المهام الشاقة للغاية والمحرجة لانك قد تضطر ان تفعلها عدة مرات في اليوم امام الناس عملية الاستحمام تعتبر دربا من دروب العذاب لان تسخين المياه يحتاج الى اربع ساعات كاملة ومع ذلك نجد انهم يحممون الصغار بوضعهم في اناء صغير مليء بالمياه الدافئة مرة واحدة فلا توجد رفاهية سكب المياه في هذه المنطقة واذا ما جاء لسيدة حامل المخاض فغالبا ما تلد في المنزل ولادة طبيعية واذا ما مرض شخص ما فانه يعالج نفسه بالاعشاب في المنزل لان اقرب مشفى على مسافة تصل الى 100 كم الان القينا نظرة سريعة على نمط الحياة في البلدان الباردة نتمنى ان يكون الفيديو قد اعجبكم شكرا على المشاهدة جميعا لا تنسوا الضغط على اعجاب والاشتراك في القناة الى اللقاء في الفيديو القادم سمحوا لي لكم انظروا الفيديو انتها غمشي لشعر مخريب حيث غريب دافيا والسلام عليكم و الى اللقاء اشتركوا في القناة